مهرجان القاهرة للدراما في نسخته التانية أصدل السطار على الدورة التانية من مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير دكتور يحيى الفخراني والمهرجان أقيم في مدينة العالمين الجديدة اللي استضافت النسخة الأولى من احتفالية ستارس كيبرز اووردز وحملت الدورة التانية هذا العام عنوان ستين سنة دراما الاحتفال بمناسبة مرور ستين سنة على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري مدينة العالمين تزينت بالحفل اللي كان مبهر من كل الجوانب سواء المكان اللي أقيم في الحفل أو الديكورات والتحضيرات والنسخة التانية ضمت كل المسلسلات اللي تم تقدمها على مدار العام مش بس المسلسلات اللي كانت موجودة خلال موسم رمضان كمان كان فيه استحداث لجوائز باسم الجمهور ده بجانب الجوائز الأساسية اللي اخترتها لجنة التحكيم الحفل شاهد حضور القائمين على المهرجان وعدد كبير من الفنانين نتكلم بتفصيل أكتر وبينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد عدوي رئيس تحرير أخبار النجوم صباح الخير على حضرتك أستاذ محمد وأهلا بيك في هذا الصباح أهلا بحضرتك يعني من بداية التحضيرات لنسخة التانية من مهرجان القاهرة للدراما ضمن فعليات مهرجان العالمين وكنا بنقول نسخة استثنائية استثنائية في كل شيء زي حضرتك رصد ما تم خلال الحفل مبارح والاستثنائية في كل الأمور خاصة الجوائز اللي تم بتقدمها سواء من لجنة التحكيم أو من الجمهور والحقيقة إحنا لو خرجنا بعنوان كبير وعريض للمهرجان إنبارح بكل تفاصيله هنقول إن مصر كبيرة مصر كبيرة بفنها مصر كبيرة بنجمها مصر كبيرة بتنظمها للأحداث الكبيرة مصر كبيرة دوما على طول الوقت اللي حصل إنبارح أنا باعتبره نقطة فاصلة في المهرجان اللي بقاله سنتين لكن أعظم من المرة دي يعني دورة مختلفة تماما دورة بطعم النجاح من كل حاجة اللي قبل من النجوم ما عرفتش إنه حصل قبل كده في أي معرضان من المهرجانات الجوائز مستحقة إلى حد كبير جوائز الجمهور راحت لمن يستحقق إلى حد كبير فيه يعني لفتة عظيمة جدا بتأكد نفس المعنى تكريم اسم الشيخ صالح كامل وهو رائد من رواد الدراما العربية والرجل دي بصمات الحقيقة واحترامة للفن والقيمة الصعودية كل دي بيدي الرسائل والرسائل العام إنه فعلا مصر كبير أستاذ محمد حضرتك أشرت طبعا لهذا التكريم ولكن بالتأكيد أيضا هناك بعض التفاصيل الأخرى في المهرجان يعني بجانب التكريمات والجوائز إيه اللي بيميز هذه النسخة السابقة وأيضا إقامة هذا المهرجان فيه أو هذه الدورة فيه مهرجان العالمين والمهرجان يقام في مكان خلاب ساحر ضمن معرجان أصبح علامة حقيقية في عالم الترفية يعني مهرجان الدراما أقيم على هامش أو جوه فعاليات مهرجان العالمين وده حدث في حد ذاته استثنائي كمان المكان اللي أقيم فيه المهرجان حدث استثنائي التوليفة كاملة أعظم إنها كانت استثنائية وكانت مهمة جدا وجود كل هذا الكم من النجوم كان استثنائي وجود الجوائز جيد بمعناها استثنائي الجهد اللي اتعامل من الشركة المتحدة كان جهد استثنائي الجهد اللي اتعامل من إدارة المهرجان والدكتور أشرف ذاكي كان استثنائي الحدث كله كان استثنائي أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد عدوي رئيس تحرير أخبار النجوم